مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس الخامس أنوان الدرس الحياة في بورونوك قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج وفيسبوك مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت 2 لسن 5 اليونت الثاني الدرس الخامس أنوان الدرس live in بورونوك الحياة في بورونوك منطين قطعة يقول لي listen read and find out استمع اقرأ واكتشف اكتشف جواب هذا السؤال المنطكية قبل ما أقرأ السؤال لازم نقرأ القطعة نوضح مفرداتها وراه نحاول نجاوب على هذا السؤال ونجاوب على الأسئلة اللي رح يسألها الأستاذ بداخل الصف عن هذا القطعة وبعض الأسئلة والأنشطة اللي موجودة بكتاب النشاط كذلك عن هذا القطعة هذا القطعة بيها الكثير من المعلومات الجديدة اللي ما سامعيها سابقا يطلب منها أن يقرأها نفتهم مفرداتها نفتهم عن شون تتحدث وراه نجاوب على الأسئلة المتعلقة بيها بالبداية يقول لي the weather can be very strange especially in the places like England التقص من الممكن أن يكون جدا غريب خصوصا في بعض المناطق في إنجلترا The weather forecast says النشرة الجوية تقول It will be warm and sunny سوف يكون التقص دافئ ومشمس But when you wake up لكن عندما تستيقظ It's cold and rainy سيكون التقص بارد وممطر It also changes very quickly كذلك تغير التقص بسرعة كبيرة The sky can be blue One moment من الممكن أن تكون السماء زرقا في لحظة And then covered by clouds The next ثم تتغطى بالغيوم باللحظة التالية But can you imagine living somewhere so cold لكن هل تتخيل أنك تعيش في مكان ما جدا بارد That the ink in your pen freezes بحيث حتى الإنك الحبر في القلم الخاص بك Freezes يتجمد This happened a lot in the town of Boronok هذا يحدث كثيرا في مدينة Boronok In the east of Russia في شرق روسيا In winter The temperature can go as low as 67 centigrade الدرجة الحرارة من الممكن أن تنخفض إلى سالب 67 درجة سليزية The inside of your fridge هذه الدرجة الحرارة باردة جدا بحيث أن توقع الثلاجة مالة البيت داخلها أربعة درجة سليزية وهنا سالب 67 درجة سليزية يعني حتى أبرد من الثلاجة والمجمدة اللي بالبيت And your freezer is around 18 centigrade ودرجة الحرارة بداخل الفريزر اللي هي المجمدة تصل حوالي سالب 18 Humans are very good at adopting to every new situation يقول لك البشر على أي حال البشر جدا جيدين في التأقلم مع كل حالة جديدة For the people of Boronok بحيث الناس اللي عايشين في Boronok Life carries on as normal بحيث الناس اللي عايشين في Boronok يعايشون حياتهم كالمعتاد There are horses in the field هناك horses أحصنة في الفيلد في الحقل Children go to school الأطفال يذهبون للمدرسة And adults go to work والبالغين يذهبون للعمل There are a few things which make life here a little more complicated يقول هناك بعض الأشياء التي تجعل الحياة هنا في Boronok أكثر تعقيدا بقليل Drinking water doesn't come in bottles بحيث أن شرب الماء لا يأتي بإبطالة It comes in blocks تأتي في كتل of ice من الجليد The battery on your phone will only work for a few minutes البطارية مات الموبايل تعمل لعدة دقائق If you don't keep it warm إذا لم تبقيها باردة يجعلون السيارات مشتغلة طوال اليوم أنا متظل حامية السيارة وبالتالي الوقود ما يتجمد Oh and never wear glasses كذلك أبدا لترتدي مناظر مناظر طبية Made of metal مصنوعة من المعدن أو من الحديد Because they could stick in your face لماذا يجب أن ترتدي مناظر؟ لأنه من الممكن أن تتجمد بالوجه تجمد وتتجمد بالوجه Nobody in Boronok asks what the weather will be like tomorrow ما كواحد عايش في هذه المدينة يسأل عن الجو Because everyone knows لأن الجميع يعرف It will be cold 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 بأن الطقس سوف يكون بارد 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 هذا ما يخص قطعة الحياة في Boronok استخلصنا بجموعة من المعلومات من عندها الآن يطلب من عندي أن يجاوب هذا السؤال يقول لي why do you have to be careful if you wear glasses لماذا عليك أن تكون حذرا عندما ترتدي المناظر الطبية؟ ذكرنا بالقطعة بهاي المدينة لازم تكون حذرا عند الارتداء مناظر الطبية لأنها من الممكن أن تأصي أو تشلب بالوجه أقول لي it could stick in your face من الممكن أن تعصي أو تكون جامدة في وجهك هذا ما يخص السؤال المطنياب على الصفحة من الممكن أن الأستاذ يسيله بداخل الصفح بعد قراءة الطلاب بالقطعة ويوضح مفرداتها الآن يسأل هذا السؤال للطلاب كتحضير يومي أما بالامتحان هي ما مطلوبة هذه القطعة ما مطلوبة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد كتحضير يومي عرفنا القطعة وعرفنا معلوماتها وعرفنا السؤال رح يسمنيها لأستاذه بداخل الصف وشو نقدر نجاوب عنها؟ هذه المعلومات أو هذه المفردات حاول تحفظون معانيها لن رح أتفيدكم بالدقائق القادمة بكتاب النشاط أو مشاكل التي يعاني منها الناس في بوروناك مع هذه الأشياء أولا هذه الصورة شذ المشكلة بهذه الصورة؟ ذكرنا بالقطعة أن الناس في بوروناك لا يستطيعونdepتهم بالماء لو أن الماء دعية تجمد ثم يشربوه ب�데 لكني سمعناه بيولئة فأقول له يشربون الماء في كتل amente اشتركوا الماء الثانية الشذ المشكلة في هذه الصورة ذكرنا بالقطعة أن البطارية الموبايل لا تعمل لأكثر من عدة دقائق إلا إذا تبقيها دافع بطارية الموبايل تعمل لدقائق قليلة الصورة الثالثة شن المشكلة لازم نخلي السيارة مشتغلة طوال الوقت وإلا البترول الوقود رح يكون أو رح يتجمد فأقول لها الناس تبقي سياراتهم مشتغلة أو محركات السيارات مشتغلة طوال اليوم الصورة الرابعة أنه ممنوع أو لازم تكون حذر أثناء ارتداء المناظر الطبية ليش؟ من الممكن أن تأصي أو تشلب بالوجه أصلاً ما يرتدون مناظر مصنوعة من المتال كذلك هذه نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليل والامتحان الشفوي الأستاذ يسأل الطلاب عن الصور الأربعة والطلاب يجاوبون عن هذه الصور حسب اللي افتهموه من قصة الحياة في برونو أما تمرين رقم اثنين يقول لك أن تتخيل الآن حياتك في مدينة برونو شي يقول لي؟ يقول لي complete the sentences using want أكمل الجمل باستخدام want يعني مثلاً I won't turn off my car engine أنا لن أطفئ محرك سيارتي الجملة المتعلقة بال engine I won't turn off my car engine أنا ما رح أطفئ محرك السيارة قلي زيانا عن المي شن الجملة اللي تططيني إياها؟ أقول لي I won't drink water in bottles ما أقدر أشرب المي ببطالة لأن رح يتجمع ماذا عن الهاتف؟ أقول لي I won't use my phone أنا ما رح أقدر أستخدم موبايلي for more than a few minutes لأكثر من عدة دقائق ليش؟ لأنه بطارية ما تتحمل وبالنسبة للنظارات شن أقول لي I won't wear glasses ما رح أقدر ألبس مناظر طبية made from metal مصنوعة من المعدن ليش؟ لأن it could stick on my face لأنه ممكن تشلب أو تجمد على وجهي كذلك هذا النشاط نشاط صفي غير مهم بالمتحان التحريري أو المتحان الشفوي مجرد كتحضير يومي يسأل الأستاذ الطلاب أو يطلب من الطلاب أن يسوون جملة عن هذه العبارات اللي موجودة بين قوسيا باستخدام الwon't اللي معناها سوفلا عن قطعة الحياة في بورانوك وراها ننتقل إلى تمرير رقم ثلاثة يقول لي How does the weather change things you do؟ كيف للطقص أن يغير الأشياء التي تفعلها؟ Write sentences, think about اكتب جمل عن شون الطقص يغير الأشياء التي تتسويها مثلا عن الطعام عن الشراب عن الملابس كمثال أقول لي In summer في الصيف It is very hot so I wear shorts بالصيف الطقص جدا حار لذلك أنا أرتدي ملابس قصيرة كمل هذه الجملة سوي لي مثل هذه الجملة كمثال أقول لي In summer It is very hot so I wear shorts and light clothes أرتدي ملابس قصيرة أو خفيفة And I drink lots of water وأشرب الكثير من الماء and juice والعصائر على مدعوض السوائل اللي أفقدها بسبب الحار I eat lots of fruit أكل الكثير من الفواكه and vegetables والخضروات I go to bed early and wake up early أذهب إلى النوم باكرا وأصحاب باكرا I usually play football when the weather is fine على ثم ألعب كرة القدم عندما يكون الطقص جيدا and go shopping in the evening وأذهب إلى التسوق في المساء شوفوا هنا بما أن الجو حار الجو متعلق بالصيح فهذه الأمور كلها اختلفت مثلا إذا صار الجو بارد أو كان الفصل فصل الشتاء الأمور كلها رح تختلف رح أشرب مشروبات ساخنة رح الأكل ماتي يتغير ما رح أقدر أطلع بالليل لأنه يكون الجو بارد جدا ما رح أقدر ألعب طوبة إذا كانت تمطر إلى آخرين فهنان اللي يقول لي يتسوي لي جمل تخيل الجو وشور رح يكون وعلى أساسه وشور رح تتعامل مع الطعام مع الشراب مع الملابس إلى آخرين كذلك هذا النشاط نشاط صفي للتطوير مهارة الكتابة الأستاذ يطلب من الطلاب أن يكتبون مقبع نصي عن اللي رح يسوه إذا كان الجو سمر صيف وحار إذا كان الفصل فصل الصيف والجو حار ننتقل إلى تمرير رقم أربعة read and complete the sentences اقرأ وأكبل الجمل التالية it will be hot سوف يكون الطقص حار so I won't wear my boots لذلك أنا ما رح أرتدي بوت هذا الحداء الطويل it will be cold سوف يكون الطقص بارد لذلك ش رح يصير بما أنه بارد أنا ما رح أطلع بره فأقول so I won't go outside لذلك لن أذهب للخارج it will be snowy سوف يكون الطقص مثلج شنو رح أسوي كمثال أقول له so I won't eat ice cream ما رح أقدر أكل ice cream it will be rainy سوف يكون الطقص ممطر لذلك أنا ما رح أقدر ألعب بره فأقول له so I won't play outside it will be windy سوف يكون الطقص عاصف لذلك أنا ما رح أقدر أروح مثلا للمتنزة فأقول له so I won't go to the park لن أذهب للمتنزة it will be sunny سوف يكون الطقص مشمس شنو اللي تكمل أمالته سوف يكون الطقص مشمس لذلك أنا ما رح أبقل بيت رح أطلع واشو أستمتع بالطقص المشمس فأقول so I won't stay at home هذا ما يخص تمارين رقم 4 كذلك هذا تمارين نشاط صفي لتطوير مهارة الكتابة يطلب الأستاذ من الطلال يقول لك تخيل أن الطقص بارد شنو اللي رح أسوي تخيل أن الطقص مثلت شنو اللي رح أسوي ممطر عاصف مشمس إلى آخره فالطلاب يكونون جمل باستخدام هذه العبارات كذلك هذا النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا ب قطعة الحياة في بورو نوكت استخلصنا المعلومات المتعلقة بيها مثل ما وضحنا بدروس سابقة أنه إذا تذكرون أن الكلمات المتعلقة بالطقص جدا مهمة ورح تفيدنا بالدروس القادمة لاحظنا أنه أغلب الدرس اليوم متعلق بالكلمات المتعلقة بالطقص بارد حار عاصف مشمس مثليج إلى آخره ورح تفيدنا شاء الله بالدروس القادمة أغلب أنشطة هذا الدرس أنشطة صفية كتحضير يومي وما صادثنا في الموضوع من الممكن نجينا بالامتحان التحريري لذلك حاولوا تحضرون هذا الدرس كتحضير يومي وتشاركون بي بداخل الصف أما بالامتحان التحريري فهو غير مهم ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني إلى الحسابات الموجودة معكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر